صحيح عليم سأل خير عليكم سأل خير على مشاهدي المستمعين فعلا الحديث عن اعتداءات الإيرانية وما تقوم به إيران تجاه العالم حقيقة ليس بحديث جديد وليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الاعتداءات السافرة من قبل النظام الإيراني من خلال أذرع المنتشرة في المنطقة يعني اعتداءات متتالية حقيقة قامت بها إيران اعتداءات سافرة لكن الحديث اليوم حقيقة عن تجرؤ من قبل الإيرانيين على دولة عظيمة مثل السعودية بمحاولة وأنا لا أقول باعتداء فعلي ولكن أن ينطلق صاروخ إيراني بمعونة حزب الله وبأيدي حوثية هذا الأمر يوقف الصبر السعودي الذي غمر كل المسيئين السعودية كانت حليمة ولكن الحليمة إذا غضب سيعرف العالم معنى هذا الغضب الموقف السعودي كان واضحا منذ البداية وأكد بأن هذا العمل الجبان يعتبر حربا إيرانية وعملا عسكريا ضد السعودية الشيء الذي بكل تأكيد وضع حد لسياسة التريث النظام الإيراني وأكلاؤه في المنطقة كانوا يظنون بأن أفعالهم العبثية هذه فيها تهديد للسعودية ولم يكونوا يعلموا بأنها ستشكل تهديدا عليهم بموقف سعودي حاسم شاركها في العالم وهذا ما ظهر أخيرا حتى في حديث الرئيس الفرنسي ليلة البارح عندما التقى ولي العهد السعودي الرجل الذي يتحدث العالم بأنه أثبت أنه إذا قال فعل وكلنا ندرك ذلك على هذا الموضوع سعيد بتواجد الدكتور علي التواتي المحلل العسكري والدكتور خالد باطرفي المحلل السياسي دكتور علي خلينا نبدأ معك في البداية صاروخ بتصنيع إيراني خبراء من حزب الله تولوا مهمة إطلاق وتوجيه هذا الصاروخ هذا السلاح لم يكن موجود في اليمن منذ بداية عاصفة الحزم كيف تكرى هذه الحادثة من الناحية العسكرية؟ هذه الحادثة تتويج لعملية تسليح بأسلحة فتاكة في مختلف المجالات ليس فقط على مستوى الصواريخ بعيدة المدى ولكن أيضا على مستوى الحرب التكتيكية وجدنا الطائرات المفخخة بدون طيار وجدنا الزوارق المفخخة التي كانت تطلق على السفن وفي أحد المرات حاولوا أن يضربوا بها منشآت أرامكو في ميناء جازان أيضا وجدنا مضادات للدروع من طراز كورنت وهي متقدمة الغاية وجدنا أسلحة روسية متطورة موجودة في عيد الحوثيين عملية الصواريخ هذه يمكن تلفت النظر لأنه لأول مرة يصل صاروخ إلى هذا المدى وهذا الصاروخ هو من الصواريخ المعدلة معدلة كيف تعدل بتقليل العبوة عبوة التفجير وزيادة مدى المدى وهذه عملية فنية يقوم فيها فنيون على قدر كبير من المعرفة لا يمكن أن يكونوا في اليمن في ظل الظروف الراهنة ولا يمكن أن يخلقوا فجأة ويقوموا بإجراء هذه التعديلات لم يسبق لأي يمنيين أن ترقوا تدريب في هذا المجال الصور الجوية والمعلومات الاستخبارية أثبتت وجود فرق من حزب الله منتشرة لهذه الأغراض أغراض التعديل وأغراض استخدام وتوجيه القذائف والأسلحة الحديثة هذا تطور الحقيقة خطير جدا سببه أن روسيا وحزب الله عفوا إيران وحزب الله أصبح لديهم اعتقاد وهمي بأنهم انتصروا في سوريا وأنه لا بد من تثبيت النموذج الآخر في جنوب الجزيرة العربية في اليمن نعم فتصور تلعقول المريضة أنه يمكن أنه يتحرك حزب الله على الساحة العربية وهدد حسن نصر الله بهذا الكلام عدة مرات في خطاباته أنه ليست سوريا ساحة ولكن المنطقة كلها أصبحوا دولة عظمى يريد أن يفرض إرادته على جنوب الجزيرة العربية على المملكة العربية السعودية على الدول القليل ويتوقع أنه يكرر نفس النموذج اللي حدث في نقود نعم ويكرر نفس النموذج طبعا هذا يدخل في باب الخيال لأن المملكة ربطت مقدراتها بعودة شرعية لليمن ولا بد أن تعود شرعية لليمن ليس هذا فعسب لا بد أن يعود حزب الله نفسه إلى حزب سياسي لا سلاحة بيده ونفس الشيء بالنسبة للحوثيين أن يعودوا كموكو سياسي له وضعه سياسي فقط نحن لا تعايشنا مع الشيعة مئات السنين في اليمن ولا يستبعيننا وبينهم أي مشاكل عندما دخل الاختباط الإيراني إلى القضية اليمنية حينما تأتي ميليشيا لتسيطر على مقدرات البلد وتتصرف كحكومة موازية تستخدم القرار كحكومة موازية تفرض إرادتها على الجميع هذا نريده وهذا لا نريده هذا المدخل مرفوض تماما جميل دكتور خالد أسألك عن الرسالة مضامين الرسالة التي وجهتها السعودية الممتحدة بالأمس الخميس كانت تتحدث فيها بصراحة عن دور حزب الله في المعركة في اليمن وكل هذه الأدوار التي لعبها منذ بداية عاصفة الحزب حتى اليوم كيف تقرأ هذه الرسالة التي وجهتها السعودية للمجتمع الدولي؟ أنا أقرأ أنها تمهيدا لعقاب حزب الله المملكة دولة مؤسسات دولة ذات سيادة ولكن عضو في الأمم المتحدة تحترم القانون الدولي ولا تكون بخطوة إلا وتكون مدروسة وتدرك عواقبها ومآلاتها إذا كان حزب الله موجود في دولة أصبحت الآن تعلن علينا الحرب بتبنيها لحزب الله كجزء مكون للحكومة وغطاء لكل من يحملون جواسات لبنانية وينتنقلون بين اليمن والسعودية وبين اليمن ولبنان وبين لبنان والكويت والبحرين وغيرها إذن هذه حكومة حرب هم أعلنوا الحرب علينا طيب ماذا يعني احتفاظ السعودية بحق الرد الآن؟ احتفاظها بحق الرد مفتوح لأن الاعتداء كان اعتداء عسكري وبالتالي أنت ماما كاعدة خيارات دبلوماسية اقتصادية مالية وعسكرية أيضا نقول دبلوماسية نفذ الصبر والسعود نعم أنا قلت وعسكرية أيضا لأنه أنت اعتديت عليها عسكريا وأنا مامي خيارات أنا أختار منها ما أريد فإذن الخيار العسكري مطروح بقوة والمملكة أبلغت بذلك الأمم المتحدة بأننا تعرضنا لهذا الاعتداء وأثبتت أن حزب الله متورط فيه وبالتالي لبنان الذي تأويه ومن حقنا في هذه الحالة الرد أنا أعتقد أن هذا يوحي بأن الرد قادم وبقوة وأن عليهم أن يستعدوا لضربة فعلا تؤدبهم وتقطع على أيديهم أو أيدي إيران أنا أتكلم في المنطقة جميل دكتور عن هذا الحديث أنه السعودية تطلب من رعاياها مغادرة لبنان البحرين الكويت هل هذا يعني أن الضربة باتت قريبة جدا لحزب الله؟ المسألة أكثر تعقيدا من أنه الضربة قريبة لحزب الله الضربة لحزب الله تتطلب الحقيقة ترتيبات كثيرة لا أعلم إلى أي مدى وصلت متوقعة دكتور؟ ولكنها متوقعة لا شك أنها متوقعة كانت تطورات الأحداث توحي بأنها في نهاية هذا الأسبوع ولكن يبدو أنه هناك وساطات وهناك عمل دبلوماسي كبير وتحركات من الرئيس الفرنسي ومن عدة جهات للتخفيف من الوطعة التوتر وربما الحصول على تعهدات من إيران بعدم العودة لمثل هذه الأمور نحن الآن نواجه حالة رفض هل تتوقع دكتور أن تقبل السعودية مثل هذه الوعودة الآن؟ والله هي ليست مسألة وعود هي مسألة الدخول في حرب أو عدم الدخول في حرب هذا قرار كبير لأنه ضربة في لبنان تعني مع بعض التحفظ قد تعني تفجير المنطقة وفي هذه الحالة تدخل أطراف خارجية وتصبح الحرب إقليمية وإذا تحولت الحرب إلى حرب إقليمية المسألة تأخذ أبعادا أخرى ليس هذا ما بحثت عنه إيران دكتور؟ إيران لا تحاربك بشكل مباشر وإيران متى بدأت تحاربك؟ إيران حاربتك من أفريقيا من الجزائر من تونس من مصر ومن السبعينات يعني من سودان حاولت من هناك من الصومال ومن الصومال المملكة حاربتها هناك ترى أكثر من عشر سنوات إذا ما حد ملاحظ واستطاعت أن تقسقس كافة أجنحتها في أفريقيا إذا بقي الجناحان الآن التي تتكلم عنها أنت كأنوال الحلقة قسقصت أجنحت إيران تم قسقصت أجنحت إيران في أفريقيا تم قسقصت أجرحت إيران في آسيا إندونوسيا آسيا كلها إذا تذكر حينما ذهب داعي سعودي تعرض إلى محاولة الانتقال لأنه كان لهم أذيال هناك وتم القضاء على هذه الأذيال أيضا حاولوا أن يفرجوا الفلبين من خلال من أسموهم داعش وتمت السيطرة هناك إذن هم الآن إيران في وضع رديء سيء للغاية الجناحين الرئيسيين لتخريب المشرق العربي أصبحها تحت الضغط في اليمن وفي لبنان لم يتبقى أجنح أخرى لا في أفريقيا ولا في آسيا فهي الآن في موقع الأفعى المضروبة على رأسها يحاول أن يثبت هؤلاء بأي شكل من الأشكال لا أعتقد يعني على قدر الألم كان هذا الصراخ وكانت هذه التصرفات العبثية المملكة يمكن في البداية بالنسبة لحزب الله قالت قد يهتدي لأنه راح الأمير خالد الفيصل إذا تذكر وحاولنا أن وافقنا على إنشاء حكومة برئاسة سعد الحريري على أساس أنه تكون هناك توليفة لبنانية حبية سلمية تنموية ولكن هذا أصر على إبقاء سلح أصر على التدخل في سوريا أصبح يعقد اتفاقات مع داعش ويوقع اتفاقيات سرية لا تعلم عنها الحكومة اللبنانية وظهرت للعلن في كثير من الأشكال تذكر الحافلات اللي نقلت من جرود عرسال كان يدافع عنها واتفاقات ويدافع عنها ويحميها ويوصلها إلى شرق سوريا فالقضية هي قضية الحقيقة حرب قومية حرب صراع قومي أتركك من الطائفية والدينية هي حرب صراع قومي للأسف الشديد فينا في داخل المجتمعات العربية من يوالي إيران ويعمل لصالحه دكتور خالد تكتل عالمي اليوم نشوف مشهد جديد الرأي العالمي كله يتكتل ضد إيران موقف أمريكي واضح موقف أوروبي واضح موقف إقليمي أيضا في المنطقة واضح جدا بعد هذا الاعتداء كيف تكرأ كل هذا التكتل ضد إيران في المنطقة وفي العالم وأنا أضيف روسي ليش؟ لغياب الدفاع الروسي عن إيران أنت تلاحظ أن روسيا دائما تدافع يعني ضاقت ذرعا بهذه التصرفات الروسية؟ نعم تدافع دائما عن حلفائها يعني في مجلس الأمن إلى يومك هذا تدافع عن سوريا وفي موضوع الكيماوي الآن في صمت مطبق وإيران في قلق شديد وبوتين زار طاران ومع ذلك لم يؤيد لا المشروع الصاروخي ولا تدخلاتها في المنطقة والآن عندما قرأت طبول الحرب والرد والغضبة السعودية لم يحاول أن يدافع عنها بكلمة ولا بكلمة واحدة ولا بأي موقف ولا الصين ولا حتى كوريا الشمالية لم يدافع عنها أحد أنت شفت خطاب حزب الله وحزب الشيطان حقيقة ليس حزب الله ونصر الشيطان وليس نصر الله الأخير كان فيه ضعف تباكي كبير جدا نعم كأنما هو يتقرب للسعودية وصديق لي كان هناك قبل فترة قصيرة وقال لي أن الجماعة في حالة خوف في حالة رعب يتوقعون أن تأتي الضربة في أي وقت ولا يدرون ماذا يفعلون هم حقيقة قطعوا الإشارة الحمراء بإطلاق هذا الصاروخ في الحديث عن هذا الخطاب الذي تحدثت عنه دكتور خالد استقالة رئيس الحكومة اللبنانية في هذا التوقيت ربما زلزلت الأرض من تحت هذا الحزب الإرهابي كيف قرأت هذا المشهد هذه الاستقالة وبهذه القوة وفي هذا التوقيت بالتحديد هو الحقيقة كانت هذه المظلة القانونية لهم ليمارسوا ما ذكره الدكتور علي من السيطرة تدريجيا على كل مفاصل السلطة وأمامهم جزء من الحكومة والرئيس موجود رئيس الوزراء والاتفاقيات التي ذكرها الدكتور علي مع داعش وغيرها تمت تحت هذه المظلة الآن هذه المظلة فجأة بدون مقدمات رفعت استقالة رئيس الحكومة قد تسقط في أي لحظة إذن الغطاء القانوني الدولي لم يعد موجودا كل الأفعال التي يرتكبونها سيتحملونها وحدهم وليس مع كتلة المستقبل وليس مع الآخرين فأنا أعتقد أن هذه حركة مدروسة وأنا أعتقد أن عدم عودتي للبنان لأنهم يريدونه رهينة الآن هم بحاجة إلى رهينة لمنع الضربة ولذلك يستفزوا أنت جبان أو يستفزوا السعودية أنتم وضعتوه في النفق كما هذه الأدبيات الشريعية المعروفة الإمام الغائب الرئيس الغائب أين الرئيس؟ الرئيس ذهب إلى الأمارات أنا قلت أمس في مناظرة والتقى بالسفراء الدول كلها بريطانيا وفرنسا وأمريكا والاتحاد الأوروبي وأمس أيضا التقى بالرئيس الفرنسي فليس هناك مجال أن يضحكوا علينا أنه والله خلوا يجي بس عشان يأخذوا رهينة توقعا لضربة يعني الذي سيأتيهم سيأتيهم أين كان هذا أين كان شكله أو طريقته لكنهم لجب أن يعاقبوا بعد هذه الاستقالة دكتور الخطوة القادمة لهذا التكتل دكتور نقول العالمي ضد إيران وضد أدوار حزب الله في المنطقة وضد التدخل السافر في شؤون دول المنطقة كيف تكرى الخطوة التالية دكتور؟ أبدا بعد أن حسمت معركة داعش والجماعات المتطرفة في سوريا إيران أصبحت في مواجهة المجتمع الدولي مباشرة الآن والمملكة لم تتوقع أن المملكة عربية السعودية تواجهها مباشرة في الجبهة كما يقال بأنها مسؤولة مسئلية مباشرة عن اطلاق هذا الصاروخ وعن تسليح الحوثيين تسليحا جديدا متطورا ففي البداية تناقضت التصريحات كان هناك رفض للاتهمات السعودية ثم كان هناك تبرير بأن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم وهذا طبعا يتضمن اعتراف أنك أنت من قمت بتزويدهم بالأسلحة لحينما تقول أنهم يدافعون عن أنفسهم بين الموقفين هذه لجأوا للتراث الشيعي مثل ما تفضل الدكتور خالد بالمظلومية ذهبوا للأم المتحدة اشتكون تشتكون ماذا؟ اشتكون أن السعودية تهددهم إذا كانت السعودية هددتكم أنتم ارتكبتم الفعل فعلا صحيح أنتم ارتكبتم الفعل الأسكري أطلقتم صاروخ وليس الأول هذا الثالث كان صاروخ أطلق على الرياض قبل هذه المرة على ماك المكرمة وصاروخ على ماك المكرمة وهذا الصاروخ الثالث الأبعد مدى ويهددون بضرب مدن خليجية أخرى زي أبوظبي أبوظبي وزي كلا وقال ضرب المرات قنفت أن نتكلم أن هل أعجب ما في المنظومة الإيرانية هي أنه يضربك بيدك بجزء منك يضربك ويدمرك من الداخل ويذهب للأمم المتحدة يشتك المظلومية أنا يهددوني طيب أنت من الذي أوحى لك أن ترسل صواريخ ولماذا وما مصلحة أن تقصف الرياض لو لا أن هناك عداء في داخلك وبالتالي المجتمع الدولي ليس ساذجا ويعرف كل هذه الحقائق وظهرت له من خلال كل هذه ركام الصاروخ وركام الأسلحة الفتاكة هذه عليه كتبات إيرانية وعليه إثباتات أنه إيراني ولا في أي درة شك أنه هذا الاعتداء كان إيراني دكتور خالد الوضع في اليمن الآن ختاما كيف نقدر نقول أنه يعني تغيرات الوضع في اليمن تغيرات الأزمة في اليمن بعد كل هذه الأحداث هذا الأسبوع أولا ما استعليق على الدكتور علي هو كما يقال المثل الشعبي ضربني وبكى وسبب يشتكى هذا هو الموقف الإيراني الموقف في اليمن يتحسن يعني كانت هناك تحركات في الفترة الأخيرة قوية جدا أولا القصف المكثف الذي تم أغلاق المنافذ الصيدر على الموانا والبحرية والجوية والإشراف عليها بدقة خاصة أن لم نعد نثق بالأمم المتحدة الآن أي طائرة بالأمم المتحدة مجتبع بها ربما تكون تحمل خاصة إذا كانت تأتي من جيبوتي أو من المناطق بها نعم 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 لم نعد نثق بأحد كيف وصلت هذه الصواريخ لا بد أن يكون هناك مصدر أو خلل أو ثغرة أيضا هناك تقدم على الأرض الإشكالية الوحيدة هي دخول المناطق السكانية الكثيفة صنعاء صعداء الحديدة لأنه نخشى على المدنيين نحن لا نريد أن يموت وهذا نهش سعودي واضح كم منذ بداية الأزم يمني واحد وكل من أخواتنا وحبائنا ولذلك هذا هو الذي يؤجل لكن إذا أنت استطعت أن تقطع الوسائل والطرق نقاط الإنداد نعم إذن الإنداد الحديدة مهمة جدا إذا استطعت أن تسيطر عليها تماما وميدي والمخة خلاص لن يستطيع أن يتنفسوا فأنا أعتقد أننا نسير على خطوات ممتازة في اليمن ولا تستغرب في أي لحظة من اللحظات أن تفتح أسوار اليمن لأن هناك قبائل يمنية موالية لعلي عبدالله صالح ومتضجرة مما يحدث ولو لاحظت أن الأربعين اسم المطلوبين لم يكن من بينهم شخص من جماعة علي عبدالله صالح يعني أن هناك تركيز على الحوتيين وأن هناك تفاهم من القبائل المحيطة من اليمين والتي تملك مفاتيح أسوار صنعاء التي يمكن أن تسمح لك بالدخول إلى هذه القبائل إذا كسبتها وهم الآن في حالة قلق وعداء للحوتيين كل شكرة تكتير لك دكتور خالد بطرفي شكر بوصول لك دكتور علي والشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا مستمعينا الكرام أعود لك مرة أخرى زميلي علي ترجمة نانسي قنقر